اشتركوا في القناة على الروابط الاخوية التاريخية التي تجمع بين مملكة البحرين والدولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة مشيرا سموه الى ان هذه الروابط اسست لعلاقة راسخة بين البلدين وقيادتهما وشعبهما الشقيقين تمتد بجذورها في تاريخ البلدين واشهد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بما تشهده العلاقات البحرينية الاماراتية من تنام مستمر في كافة المجالات بفضل ما تحظى به من دعم واهتمام من جانب قيادتي البلدين الشقيقين لدفع وطيرة التعاون الثنائي وشدد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء خلال اللقاء بان دول المنطقة تسعى دوما لامن شعوبها واستقرار اوطانها وترفض اي تدخل في شؤونها الداخلية او اي دعم لمحاولات تقويض امنها واستقرارها وفي هذا الصدد دان السفير الاماراتي التفجير الارهابي التي استهدف احد انبيب النفط في المملكة مؤكدا على موقف بلاده المساند لمملكة البحرين في كل اجراءاتها لحفظ امنها واستقرارها وتوجه السفير الاماراتي بالشكر والتقدير الى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على اهتمام سموه بدعم كل ما يعزز علاقات التعاون بين البلدين والشعبين الشقيقين معربا عن تطلع بلاده لزيارة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء مثنيا على نتائج زيارة التي قام بها صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الى مملكة تايلاند مؤخرا